مرحبا بكم مشاهدينا محطتنا الأخرى مع المرأة وجائزة المرأة للإيجادة هذه الجائزة التي تعد واحدة من أهم الجوائزة التي تعمل على قيم عمل وإنجازات المرأة العمانية في مختلف المجالات نحن لقائنا ومحطتنا بالتحديد مع إحدى الفائزات بهذه الجائزة في دورتها 2013 المهندسة هدى بنت عبدالله الحبسية مديرة عام التسويق للأعمال التجارية بالشركة العمانية للاتصالات عمان تل مساة الله بالخير معنا مهندسة هدى الله يمسيش بالخير ونبارك لتلفوز بهذه الجائزة جائزة المرأة للإيجادة الله يبارك فيش أختي كيف تلقيت الخبر فوزت بهذه الجائزة مهندسة؟ أولا أبدأ المقابلة بالشكر إلى تلفزيون سلطانة عمان وجميع العاملين في هذا البرنامج المتألق على هذه الفرصة الله يخليش وأيضا للتحدث عن دور المرأة وإنجازاتها تحتظل رعاية صاحب الجلال سلطان قابوس بن سعي المعظم طبعا كانت في احتفالية لهذه الجوائز وقمت بتسلم هذه الجائزة في هذه الاحتفالية وطبعا افتخر بتسلمي هذه الجائزة كانت عن أي مجال هذه الجائزة؟ في مجال التكنولوجيا في مجال التكنولوجيا جميل لأن طبعا بس الجدير بالذكر مشاهدين أن جائزة المرأة للإيجادة تنظمها مجلة المرأة الصادرة عن المتحدة لخدمة وسائل الإعلام وفيها العديد من المجالات في مجال التكنولوجيا في مجال الإعلام وفي تقريبا يعني العديد من المجالات والمهندسة فازت عن مجال التكنولوجيا في هذه الجائزة إذن يعني بعد حصولت على الجائزة يعني أستشف من كلامك دكتور مهندسة أن أنت عرفت عن فوزت من خلال الحفل المقام ما كنت تعافين قبل لا ما عرف فأكيد كانت يعني شعور مختلف طبعا مشعور وأيضا كانت مفاجأة يعني لا أقدر أن أصفها بالكلمات ولكن أنا جدا فخورة بحصولي على هذه الجائزة بعد حصولت على الجائزة هذه إيش اللي يمثلها لتلفوز والمرحلة المقبلة يعني في حياتك العملية طبعا يعني هذه الجائزة تحفزني على بذل المزيد من الجهود طبعا في مجالي نعم وطبعا أطمح إلى المزيد من النجاحات إن شاء الله تعالى في المرات القادمة أيضا إن شاء الله مثل ما ذكرتي في لقائتش نحن اليوم طبعا نحتفي بفوزت بهذه الجائزة شكرا كنت يعني إحدى النساء أكيد يعني المجيدات في عملهن شكرا حضرتك مديرة عام التسويق للأعمال التجارية نتكلم عن اليوم طبعا مثل ما ذكرتي في رعاية وفي اهتمام من مولانا حضرة صاحب الجلالة والحكومة الرشيدة بالمرأة جلالته أشار في أكثر من لقاء وفي أكثر من خطاب عن أهمية دور المرأة ومشاركتها مع الرجل جنبا إلى جنبا في بناء عمان الحديثة ومثل ما ذكر المثال الشهير جدا إن المرأة والرجل مثل جناحين الطائر فلا يمكن للطائر أن يطير إذا كان أحد هذين الجناحين منكسرا أو مصاب إذا نتكلم عن هذا الدور اليوم كيف تشاهدين مكانة المرأة في ظل هذه الرعاية وفي ظل هذا الاهتمام المولى لها طبعا مثل ما ذكرتي أخت العزيزة حضية المرأة في العمانية باهتمام متميز من صاحب الجلال سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وطبعا هذا منذ بداية النهضة المباركة سنة سبعين وهذا الاهتمام طبعا أدي إلى وضع القيادة السامية المرأة في مختلف المواقع المتميزة يعني في مثلا عضوية مجلس الوزراء مجلس الدولة أيضا في أرفع المناصب مناصب الجهاز الإداري في الدولة في سلك الدبوماسي أيضا فمما طبعا يعني من خلال طبعا استطاعت المرأة أن يعني تؤدي واجباتها بأكمل وجه وأن أيضا تثبت وجودها وجدارتها في شتى المجالة والشيء الجميل أيضا أن المرأة مهندسة ليس فقط على مستوى السلطنة أثبتت جدارتها واستحقاقها ولكن عندنا أكبر مثال طبعا الدكتورة أمينة الحجرية حصلت مؤخرا على منصب نائب مدير عام منظمة الأيسيسكو وكانت أول امرأة عربية ومسلمة تحصل على هذا المنصب وهي عمانية نعم وأيضا كما ذكرتي يعني المرأة تعتبر نصف المجتمع وإذا نظرنا إلى التركيبة السكانية لسلطنة عمان نجد أن المرأة تناصف الرجل في التركيبة السكانية فتعطيل نصف المجتمع لا يكون في صالح التنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فهذه كانت رؤية صاحب الجلالة الثاقبة يعني في همية التركيز في المرأة وإعطائها حقوقها الكاملة فالآن المرأة العمانية يعني تمارس حقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية يعني مثلها مثل الرجل صحيح وأيضا يعني لن ننسى أن أيضا أعطيت الحق في أن تكون يعني منتخبة أو تنتخب في عضوية مجلس الشورى وهذه في نظري يعني خطوة متقدمة جريئة لإنصاف المرأة صحيح فالحكومة الرشيدة يعني صراحة لم تقصر في الاهتمام بالمرأة ويعني طبعا نحن لا نتحدث فقط عن المرأة العاملة أيضا غير العاملة صحيح الأم المثالية المربية فهذا نعم بالنسبة لما نتكلم يعني مثل ما ذكرت المرأة نالت جميع الحقوق صحيح هل تحتاج المرأة إلى مزيد من التمكين يمكن في بعض المجالات التي هي ما موجودة حاليا فيها هل تعتقدين أن في مجالات بعدها المرأة ما أثبتت أو ما دخلت فيها ومحتاج أن تدخل وتثبت وجودها في هذه المجالات حقيقة من خلال تجربتي أنا أرى المرأة يعني بارزة في جميع المجالات يعني التاريخ يعني يثبت أن المرأة تفوقت المرأة العماني تفوقت في شتى المجالات هذا لأن الحكومة يعني أيضا وفرت يعني وسائل يعني التعليم والتدريب والتأهلي في جميع المجالات للمرأة والرجل فبالتالي أنا لا أرى أنه في مجال معين المرأة يعني لم تدخل فيه بالعكس يعني برزة المرأة العمانية في شتى المجالات خلينا نتكلم عن مجال التكنولوجيا اللي أنت حصلت جائزة المرأة للإيجادة في هذا المجال كيف تشوفين وجود المرأة العمانية في مجال التكنولوجيا أنا أرى صراحة يعني مجال التكنولوجيا زاخر بيعني طبعا فيه تخصصات كثيرة وأرى المرأة يعني داخلها بقوة في هذا المجال يعني مقارنة مع مثلا بداية التسعينات لم نرى المرأة داخلها في هذا المجال ولكن على بداية الألفين يعني فيه قبال كبير من الفتيات العمانيات لتعلم هذا المجال وأيضا يعني أسست طبعا هيئة تقنية المعلومات التي توفر دورات تدريبية وتوعوية في هذا المجال للنساء والرجال وأيضا خصصت مراكز يعني خاصة فقط للمرأة العمانية لتدريبها في هذا المجال فمعنى أن هذا المجال جدا مهم والتوعية يعني صارت أكبر من قبل والكل يعني عنده الحماس لتعلم هذا المجال لأنه مجال حيوي ومتطور وأيضا فيه أهمية شديدة لتعلم هذا المجال لأنه يعني ممكن طبعا في مجال العمل يعني يجب من أساسيات العمل أن يكون يعني في على أقل تعليم بسيط أو أساسي في هذا المجال في مجال مثل الحاسب الآلي وهذا مطلوب في السوق حاليا فبالتالي يعني ترين هناك الكثير من التحفيز لدراسة هذا المجال والتعمق فيه أيضا وصار هناك تخصصات كثيرة في هذا المجال نعم مديرة التسويق للأعمال التجارية لو شوية يعني نبتعد عن اقتصاصات الوظيفة ولكن نتحدث في المفردات بشكل عام الأعمال التسويق وللأعمال التجارية كيف ترين أيضا دخول المرأة العمانية في مجال خلينا نتكلم الأعمال التجارية مثلا اليوم نعم أنا يعني طبعا نحن كعمانتل من تجربتي نحن قمنا بمبادرة هي جوائز عمانتل للإيجادة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورأينا طبعا هذا الفعالية يعني بدأت من العام الماضي ورأينا يعني الكثير والكثير من صاحبات الأعمال التي يعني طبعا يعني تقدموا أو يسجلوا لهذه المسابقة أو لهذه الجوائز فهناك يعني يعني صراحة الكثير من النساء التي يعمل يعني كصاحبات أعمال لدي هنا شركات صغيرة ومتوسطة وأيضا هناك شريحة كبيرة من النساء يعملن من البيت من المنزل عندهم تجارة منزلية وطبعا يمكننا أن نتعرف عليهم عن طريق المعارضة التي تقام يعني بشكل سنوي فبالتالي هناك يعني المرأة لم تقعد في البيت أو يعني من غير عمل بالعكس يعني إذا ما خرجت للعمل خارج المنزل ترينها تعمل داخل المنزل وتؤسس شركتها الصغيرة من المنزل فهناك الكثير والكثير نعم بالنسبة لتسويق الأعمال التجارية للنساء هل تحسين أن يعني من السهولة الوصول لهؤلاء النسوة للمرأة العمانية وأيضا التسويق هل المرأة العمانية تجيد أيضا التسويق لنفسها ولأعمالها يمكن ما لهذه الدرجة أنا يعني أحس أن في مجالات المرأة ممكن أو في وسائل المرأة ممكن تستغلها لتسويق عن أعمالها أو عن منتجاتها بشكل أفضل على سبيل المثال شبكة الإنترنت يعني المرأة ممكن تقوم بمثلا بناء أو حتى تستعين بالخبرة في بناء مواقع إلكترونية خاصة بتجارتها والتي يعني تستطيع من خلالها عرض منتجاتها وهذا طبعا ما يكون محليا مقتصرا على السوق المحلي وأيضا العالمي يعني فبالتالي يعني ممكن المرأة لازالت يعني في بداياتها يعني في مجال عرض أو تسويق الخدمة ولكن يعني في مساعي عن طريق المعارض مثل ما ذكرت التي يعني تقوم في السلطن طبعا تقوم بتسويق منتجاتها ولكن يمكن في وسائل متطورة أكثر لتساعدها على التسويق ممكن نساعد المشاهدات من يعني من لديهم أعمال تجارية وحبين يسوقون حتى ببعض الأفكار كنت أنت يعني الحين قدوة في هذا المجال وخاصة في مجال التكنولوجيا اللي هو يعني في عالم التسويق للأعمال التجارية حبين نستفيد من خبرتك وتجربتك في هذا المجال طبعا الشركات يعني ممكن لديها القدرة على مثلا عمل إعلانات يعني مثلا في الجرائد أو في المجلات أيضا عن طريق خدمة الأسامس ممكن أيضا رسائل النصية القصيرة يعني بإمكان أي امرأة لديها شركة أو أصحاب أعمال أن يسوقوا يعني عن طريق هذه الوسائل طبعا المواقع كثيرة في عمان صحيح والتي عليها الكثير من المشاركات وبالتالي أيضا اليوم المهندسة أيضا صار اللي هو وسائل الاتصال الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي عندنا تويتر عندنا الانستجرام عندنا غيرهم من هذه القنوات بالإمكان الاستغلالة أيضا في مسألات التسويق وأعتقد أن الكثير من بناتنا أيضا خواتنا ومهاتنا يقومون بالتسويق من خلال هذه الوسائل نعم نعم هذه الوسائل المعروفة حاليا والتي عليها يعني الكثير من الاستخدام طبعا يعني كل واحد مننا عنده حساب في الانستجرام أو في الواتساب أو تويتر فبالتالي يعني هذه الطرق الحالية التي تستخدم لتسويق لكن أيضا في طرق أخرى يعني مثل الرسائل المصير القصيرة طبعا الإعلانات في الجرائل مثل ما ذكرتين وهو بناء موقع الالتروني نعم موقع الالتروني خاص بالشركة أيضا يعرض أو يسوق شبكة المعلومات جميل جدا نحن حقيقة سعدنا بتواجد معانا المهندسة هدى بنت عبدالله الحبسية الفائزة بالمركز الأول في مجال التكنولوجيا في جائزة المرأة للإيجادة تستحقين بالتأكيد هذه الجائزة المهندسة هدى نتمنى لك مستقبل إن شاء الله مشرق في مجال عملك وأيضا في مجال اللي تحبينا ونتمنى لك كل التوفيق المهندسة هدى بنت عبدالله الحبسية مديرة عام التسويق للأعمال التجارية بالشركة العمانية للإتصالات عمانتال شكرا نورتين الله ينور عليش شكرا نورتين إذن متواصلين مشاهدينا خليكم معنا